بلاتي معهد مجز الأخبار مع مينة فضل يمن شكرا ليك شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية وخلال الزيارة قام رئيس السيسي بجولة تفقدية في حي الطريف التراثي بالعاصمة الرياض بصحبة ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكدت مصر والسعودية عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبرولة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة وأكد الجانبان في البيان الصادر بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للإطلاع بهذه المسئولية وهي مسئولية تقع على عاتق كل الدول العربية ويطلع بها البلدان الشقيقان في إطار عملهما المستبر للدعم أمن واستقرار المنطقة أكد الرئيس السيسي عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار دول الخليج مشددا على أن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر وخلال لقائه الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ضمن زيارته لمدينة الرياض شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية معربا عن تطلع مصر لتعزيز علاقة التعاون الثنائي مع السعودية في جميع المجالات كما أجرى الرئيس السيسي لقاءا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ولي العهد أعرب عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبا مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة أكدت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي أن المرأة المصرية أصبحت تتولى مناصب مهمة لم تكن متاحة لها من قبل مشيرة إلى اهتمام الرئيس السيسي الكبير بمكانة المرأة المصرية وتقديره لدورها في المجتمع وخلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية تحت عنوان المرأة المصرية أيقونة النجاح شددت السيدة انتصار السيسي على أن المرأة المصرية هي التي تضيف للمكان والمنصب الذي تتولى وليس العكس مشيرة إلى أن تمكين المرأة ليس فقط من خلال المساواة في المناصب وإنما أيضا من خلال مساعدتها للقيام بمهامها بكل كفاءة أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الزرية أن الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بعد للمواد نووية في تشير نوبل المنشأة النووية القريبة من كييف والخضاعة حاليا لسيطرة القوات الروسية توقفت عن إرسال البيانات إليها وحضر المدير العام للوكالة الدولية رافايل جروسي من الوضع الصعب والمرهق الذي يجد فيه العاملون بمحاطة تشير نوبل للطاقة النووية أنفسهم والمخاطر المحتملة التي يشكلها ذلك على الأمن النووي وسيطرت القوات الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي على تشير نوبل حيث وقع عام 1986 أسوأ حادث نووي في تريف البشرية أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا مقاتلات ميك 29 بولندية بهدف إرسالها إلى أوكرانيا مقترحا غير قابل للتطبيق وفي بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ستيف كيربي أكد أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع فولندا وحلفائها في حلف شبال الأطلسي حول هذه المسألة وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية أعلنت وزارة الصحة خروج 912 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادة منظمة الصحة العالمية بيرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 423 ألفا ومائة وخمس وثلاثين حالة وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 882 حالة إيجابية جديدة و22 حالة وفاء وختاما فاز فريق الأهلي لكرة القدم على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما والمؤجلة من الأسبوع الثامن وبطولة الدوري الممتاز سجل أهداف الأهلي محمد مجزي أفشا وعمر السلية بالإضافة إلى محمد شريف بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الثامنة والعشرين في صدارة جدول الدوري فيما تراجع بيراميدز للمركز الثاني برصيد 26 نقطة وتبقى للأهلي مباراة مؤجلة نهاية موجز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر